تفتكر يا جابر يا فاندي هنقدر نعدي؟ بالله انتوا حظكوا انا عمري ما شفت ناس منحاسة معاها بالطريقة دي يعني فيه احتمال ما نعرفش نعدي؟ طبعاً واحتمال كبير كمان خمسين في المية مثلا نعم يعني مش احططنا السيكة دي كلها عشان تقولي خمسين في المية؟ انت ابني هتتمطط لي؟ بصراحة بقى دمك تقيل على قلبي ابقوا خلي حد غيره يكلمني ايه احنا في فصل؟ ما تفهمنا ايه الحكاية؟ مش راكل كده هبطل التمرين بدري بس يا بابا منك له بس يا حبيبي طب اتكلموا على قدوكو صحيح يا اساس جابر بقى العذاب ده كله وماتش متأكد زي كنا هنعدي ولا لأ يا نسا سوها انا مش مغس الهضاء من جنة مهو بصراحة يا اساس جابر مفيش اي منطق يخلينا نغامر المغامرة دي كلها وهي بابنها لحسابات الحظ يا جماعة بالروحة على جابر يا فاندي وهو معقول يا جماعة هيتحك علينا يضحك علينا وعلجبونا انا مش فاهم انتوا ليه بتعملوني على اننا الصاب انا انا بعملكو كل اللي بقدر عليه على فكرة انا كل اللي واخده منكو عمولتي وتكلفي الرحلة زي اي شغلانة الدكتور فؤاد مثلا مش لما بيعمل عملية بياخد عمولته والمستشفى الباقي مش معنى انا او اكونوا فاهمين ان انا باكلها والعة او ان انا مليونير انا مالخرنفش يعني باكلها بدقة انا لو مستكفي ما كنتش اشحطط نفسي كل يوم والتاني واسيب مراطي اولادي عشان اساعد ناس زيكم زي ما انتو خلعين عشان اكل عشكو انا كمان خالع عشان اكل عشي زي ما كل واحد فيكو نفسي وبقى عند شقة انا كمان نفسي بقى عند شقة انا صحيح خدتها بس لسه عليها قصاد وخدتها فين في مدينة ناصر في الحي العاشر يعني اقرب للسويس منها للقاهرة ورغم كده كل واحد فيكو يقوم يقول لي خطبة ويقل لادبه على ايه انا مش فاهم هكذا اظن اللي كانتين بالكلمتين دون وايز جاء الله لو حصل فى الامور امور مقحشنى عداander غير الموت ولوقف اخر الدانيا اجيبك انا قلت من الاول انك قليل الادب عليكو ان تتنوق苦 اشتركوا في القناة